السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبايب قلبة عاملين ايه? كل سنة وانتوا طيبين. جاي لكم النهاردة في فيديو جامد جدا جدا جدا. عملنا الكحك النهاردة. قلنا نبدأ كده بالكحك. بعد كده الباسكوت والبيتيفور والغريبة. كل سنة وانتوا طيبين. انا عملت كحك النهاردة كان جميل جدا جدا. شوفوا ما شاء الله ناعم ناعم ناعم. بصوا. والله العظيم كأنه معمول بسمنة بلدي صافي. انا عملته على قد ايدي وانت برضو وانت المتاح عندك اعملي بيه? عملته وكان جميل جدا 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 معاك وبكل تفاصيله وكل تكاته وكل صغيرة وكبيرة في الكحك عشان يبقى سهل وبسيط معاك. انا هعمل اربعة كيلو دقيق. انا عمل ليا والماما. هنعمل مع بعض. خلاص انا عند ماما. اول حاجة هنا معايا اربعة كيلو دقيق. لازم ادي ايه? بصوا بقى كياس مش سايب كده. لازم يتنخل. يتنخل ليه? بيدينا الحاجة نجحة في الاخر. فانا مسكت الاربعة كيلو دقيق كده نخلتهم زي ما انتم شايفين. نخلتهم كويس. خلاص. هو ادي النظيف. ما فوش تكتلات ولا اي حاجة. بس برضو زيادة ايه? اطمئنانية. انا هنا معايا كمان. اه على الاربعة كيلو. اه اللهم ما صلى عنا بكحك. حطيت اه كبايتين سمسم. احنا بنحب السمسم فيه. حطيت كبايتين سمسم فيه كده محمص. السمسم بتاعنا ده يا جماعة محمص ومتنقي وزي الفل. اه انت مش متأكدة من نظفته ممكن تخسليه وتحطيه كده على البلكونة ينشف. بعد كده تشتغلي بيه. حطيت زرة الملح. خلاص. انا كده حطيت الدقيق. وحطيت. بصوا يا جماعة. انا بعمل مقادير اربعة كيلو. مقادير الكيلو هكتبها لكم في صندوق الوصف. تمام? على كل اه كيلو دقيق اه نصف كيلو سم. على كل كيلو دقيق نصف كيلو سم. انا عملت اربعة كيلو دقيق. هحط عليهم تمن كوبايات سم. انا عملهم يعني بصوا انا حبيت اعبي معاكم بالكوبايات. عشان يبقى ايه الموضوع يعني بالنسبة لكم سهل وبسيط. ما فيوش اي مشكلة. كده انا حطيت اول كوباية. وجيت حطيت تاني كوباية. المج بصوا اللي بتعيروا بيه السمنة. هبصوا هتعتمدوا بكل حاجة بقى. كل حاجة تعتمدوها في ايه? يعني كل حاجة بالمج. لازم مجك يبقى واحد عشان يبقى ايه? حاجتك ميزان. لان احنا في بيوت كتير مش متوجد فيها ميزان. فليه احنا عارفين ان الكوباية يعني الكيلو اربع كوباية سم. من المج ايه بتاع الشالف كل بيت ده. انا كده حطيت معاكم واحدة واحدة انتم هتعدوا طبعا لان انا تهتي منكم. خلاص? طبعا الناس سجلت الصوت عشان العيال كانوا حواليا وكده والبيت كان زحمة. وعشان القلق وكده. فقلت ايه? اخلص وبعد كده اسجل معاكم الفيديو. انا معاكم واحدة واحدة خالص اهو. بصوا انا مش معايا سمنة بلدي. سمنة البلدي كانت عندي قليلة. فانا قلت هشتغل كده. وجبت برضو ايه? ايه ريحة السمنة البلدي. في المحلات بيعملوها برحة السمنة البلدي دي. هو بيبعوها لكم. على اساس ان هي سمنة بلدي صافي. والله العظيم بصوا. كانت حكاية حكاية حكاية. ايه حكاية نعمة وجميلة. والمقادير بسيطة. وانا مشي معاكم ايه? واحدة واحدة اهو. انا كده عبيت بتايقل التمان كبات سمنة. لسه بتايقل في كباية كمان. خلاص? تمام كده? انا حطها في الحل اهو عشان ايه اخدها? هنعملها على طريقة بقى ايه? امي وجدتي والحاجات دي بتاعة الزمان دي لا يعلى عليها اصلا. انا جربت البرد معاكم السنة اللي فاتت. انا ما يعني برضو ما عجبنيش. ما عجبنيش قوي. وكان حلو كل حاجة بس. لا. هي الطريقة دي القديمة هي احلى طريقة للكحك بتاعنا. خلاص? تمام? تمام قوي كده. انا خلصت كده. الكمية بتاعت السمنة بتاعتي. هاخد السمنة بتاعتي وهرفعها على البتو جايز. قبل بقى ايه ما اروح للسمنة تاني. انا معايا شوية عين جمل هنا. حبة لوز. انتي حبة بندق. ايه حبة عجمية. حبة ايه اللهم صلى على نبي عجوة. اللي تحبيه. الحشوة اللي انت تحبيه. حبها سادة تمام. هنا ممكة عندها سمنة بلدي بس اكتقول هيلة لان انا خلصت لها عليها في رمضان. يعني في العزمات انا خلصت طبعا على السمنة البلدي. فتمام كده. انا حطيت عين الجمل على انا معايا. فوق النص كيلو ملبن. انا معايا فوق النص كيلو ملبن. يعني اخدت النص كيلو وخدت عليه حت. حطيت عليه معلقة او نص سمنة بلدي وحطيت عليه عين الجمل هبدأ بقى عجن فيه كده لحد ما خليه كله ايه حتة واحدة ما يبقاش فيك الكعوة لأي حاجة خلاص احنا جوي لسه كويس شوية فالمالبن هيبقى في ايدك كويس انت حسيت ان المالبن عجن منك حطش بتاع معلقة نشا او معلقة النشا هو المالبن اصلا بيبقى فيه نشا عشان ما يلزقش فانت يبقى عشان خاطر ايه انا على فكرة بسجل لكم الفيديو ده بعد الصحور شوفوا عشان الحق انزله لكم بصوا في تكتلتها لا انا مش عايزها عشان كمان ماما ما تزعق ليش ما ينفعش تمام هحط بقى ايه كمان عشان يديني تستعالي انا مش عاملك كحك بتاعي النهاردة ولا بمحلب ولا ببهارات ولا باي حاجة انا عاملا بفانيليا حبيته بالفانيليا اصلا خلاص انا خلاص كده تمام قوي بواريكم ان انا هعمل كور كده صغيرة على قد كحكاية اللي انا هعملها ماشي نرجع بقى للدقيق بتاعنا انا حطت السمسم وحطت زرة الملح وحطت الدقيق مش هحط حاجة اكتر من الفانيليا بقى يعني انا كده حطت ايه دقيق سمسم فانيليا زرة الملح بس كده على دقيق دلوقتي نروح على البتو جاز نشوف اخبار السمنة السمنة تمام هنا هي بدأت خلاص دخلت في درجة الغليان انا مش هسيبها كتير عشان ما تسودش مني وتصمرلي العجينة وتخليك حكاية بتاعتي غمقة كل حاجة كده ايه لها اقصولها ولها تكتها كده ولازم ناخد بالنا انا هنزل بالسمنة عالسمسم ليه بقى عشان خاطر السمسم ده يطلع لي الرواح الجميلة اللي فيه لان انا ولا حتى ايه تحويجة ولا حتى حاجة انا حتى فانيليا بس هبدأ كده وبالراحة يا جماعة في المرحلة دي عشان خاطري بالراحة 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 السمنة بتغلي ولساعتها صعبة ربنا يا ربي عفينا يا ربي ربنا يا ربي بعد عننا النار تمام شوفو كده بتغلي ازاي مش قادر اقول لكم بقى على ريحة ساعتها كده ايه انا اخويا بيفتح الباب وبيقول لي ايه الريحة الجميلة دي من قبل ما نغبز ولا نعمل اي حاجة السمسم لما نزلت عليه السمنة مع الفانيليا بصوا الريحة جميلة 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 بجد بجد احلى طريقة لك حكي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله بصوا الله والله جميلة على مهلك خالص 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 انا هبدأ بقى اغلف الدقيق بالسمنة بتاعتي دي ابدأ اغلف الدقيق بالسمنة بتاعتي دي واحدة واحدة كده انا شمرت بقى ما عليش عذروني خلاص عشان انا بحبش يدومي تنزل في في الحاجة اللي انا ب بسم الله. حط بقية السمنة انا معايا ه Paradise عشان انا معايا كمية. ريح تكحك. دي اللي انا اقول ريحة السمنة البلدي GTری. دي بقى اللي هتدينها التسل علي كمان. كا انك عاملة بسمة بلدي صافي. الله العزين مولا هتفرق ولا في طعم ولا فرق. يعني بسوا مش هتفرق ايه يعنى السمنة البلدي ولا في الطعم ولا في الريح. هنسمي لا طبعا لما نزلت عليها كمان السمنة المغلية. مش قادرة اقول لكم جميلة 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 كل سنة وانتو طيبين وربنا هيعود عليكم الايام بخير وهيبقى عيد مبارك بإذن الله وربنا هيبعد عننا الوباء والبلاء واي حاجة وحشة لأي حد يا رب ربنا يعافينا ويعافيكو يا رب بحق الايام المفترجة اللي احنا فيها دي طبعا انا بتعامل بالمعلقة الخشب الاول عشان طبعا سخنة سخنة خالص مش هقدر اعمل بإيدي في المرحلة دي دلوقتي خالص لما حسيت ان برت شوية هبدأ بس في بقى ايا دي اهم مرحلة مرحلة بس السمنة مع الدقيق لازم كل حباية دقيقة تأكد ان هي تغلفت بالسمنة كويس قوي لسه في دقيق من تحت لسه هجيب لسه هجيب من تحت كده انتو عارفين ان ايدي تعباني فمعلشي خلاص كده بصوا بقى ايوا هي المرحلة دي ماما تقولي الشطرة في المرحلة دي قل لها حاضر يا ماما شفتو ربنا يخليها لي يا رب تمام لحد ما تحسي ان خلاص الكحكاية بقت كحكاية في ايدك بقت عجينة هنا بقى معانا ايه هنا قلنا ان هنتعامل بالمج معايا هنا ايه اللهم صلى على النبي اربع معلقة خميرة تمام اكتروا على معلقة كبيرة تمام ومعايا هنا ده مش حليب بس ده حليب على مية واخد كبايتين مية وكبايتين حليب ومعلقتين سكر والله ما صلى على النبي معلقة بكنج بودر تمام اهو المج اللي انا بقولكو عليه اتنين مية واثنين لبن عايزة تعجيني بالمية مفيش مشكلة عايزة تعجيني باللبن عادي بس هيبقى ناشف شوي بجد بجد المية بتفرق في الكحك اكتر من لبن كمان انا اخدت كمية طبعا الكمية اللي معايا دي دافية زي دمع العين هنزل بالخميرة على كل كيلو دقيق معلقة خميرة كبيرة خلاص متفقين كده لحد كده خلاص حط معلقتين السكر ممكن على فكرة تحط السكر عادي ايه بس انا قلت ادوبه مع الخميرة احسن عشان يتفعل تتفعل بسرعة وخلاص نفسي بسرعة حطيت هنا معلقة البكنج بودر مش مليانة قوي يا جماعة اهي زي ما انتو شايفين كده مش ايه مش هرامية يعني بس يا رانيا خلاص خلاص كده تمام هقلب بقى كده هدوب السكر هفضل اقلب لحد ما دوب السكر والبكنج بودر وقسمها ايه بتاع عشرة دي تتفعل مع نفسها طبعا انا سبت دقيق بالسامنة ساعتين 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 سبت دقيق بالسامنة ركنته ساعتين رحت غسلت المواعين بتاعت الفطر بقى وشربنا الشاي وشربنا العصير وكلنا القطيف وبعد كده قلت له تعالى بقى يا حبيب قلبي يعني انا بعمل الخميرة قبلها بعشر دقايق قبل ما اجيب يعني بعد الساعتين اسف بعد الساعتين جبت دقيق اهو خلاص الشرب بقى ويا سلام بصوا على فكرة سبتي ساعتين سبتي تلاتة مفيش مشكلة بس بالسامنة بس من غير خميرة ومن غير بكنجاب بكنجبودر ولا اي حاجة نزلت انا باللي قلتلكو عليها خلاص بالسائل بتاعي مش هزوده انا هلم هلم بس يا جماعة مش هاعجن هلم بس لحد ما الديق بتاعي نشرب السوايل اللي انا ايه حطتها السوايل اللي انا حطتها انا عاملة اربعة كيلو مقادير الكيلو يا جماعة الكيلو عليه كوبايت لبن نصها لبن ونصها مية انا عملت كده دي مقاديري انا انت حابة تحطي مية عادي حابة تحطي نص لبن ونص مية زي عادي حابة تحطي لبن بس برضو الكحك لما بيدخلوا المية بيبقى حلو انا بجرب معاكو اهو احنا بنحب السمسم كتير في العجينة انت ممكن تقللي حسب رغبتك تعملي كيلو تمام هتعملي خمسة كيلو ستة كيلو هتضعفك كمية زي المقادير اللي انا قلتلك علي تمام 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 بصوا انا قادة اقول لكم مظبوط 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 هنا الماما قعدت بقى عملتلي الربنات دي الصح يا رب يعني الجمل بالملبن هجرب معاكو تاني بصوا بقى اللي تدي له بقى يقرص ولا انت وانت بتقرص كده تدلك العجينة في ايدك كده قبل ما تقيه قبل ما تعملها كل ما تدلكيها في ايدك كده تعمل لها مساج تدلكيها كده تبقى طريمه وجميلة معاكي انا حطت كده فتحت فتحة في النص وحطت الملبن بتاعي وايه هبدأ انقوش معاكو بقى كم واحدة وبعد كده اخد حكتي وانزل اقعد على الارض تمام حطينا الطابلية بقى بتاعة ماما وانا والعيال وسلفتي وكله كله كله قعد صبيان وبنات احلى حاجة فرحة العيال ممكن اقول ان طب ما انا اجيب جاهز بس والله العظيم الجاهز يعني مش هيطلع لك الكمية دي انت الكمية اللي انا طلعتها النهاردة بسم الله ما شاء الله بمقام قولي ستة سبعة كيلو جاهز انا بوريكم النقشة اهو المنقش ده كان مضيقني ليه حسن نقشته تخينه بس مش مشكلة تمام انا بحبها نقوش بالله بالمنقشة جماعة مش احلى من حاجة زمان ورواح الرواح الجميلة بتاعة زمان اعمل معاكو كذا واحدة انا وبعد كده هاخد صجاني واخد صوانية وانزل عودة على الارض زي ما قلتلك مع العيال بقوا معهم كله ربنا يدي من لما والمحبة يا رب دي طباعة جانا قالتلي انا هجبها اعمل بيها والله العظيمة عملت اتنين ولا تلاتة وقلت لنا زيت شكلها حلو برضو بس قلت لأ عشان برضو مش برزة ممكن تتمسح في الفرن فما قررتهاش فضلت ماشية على المنقش زي ما بنعمل كحكاية زقنونة وزقنونة وجاملة ازاي الطباعة برضو دي ما عجبتنيش حاسها مش ظهرة برضو ما عجبتنيش مع انها تنجز معايا في الوقت لكن ما عجبتنيش مش هعمل بيها رجعها تاني مكانها خلاص كده تمام هنزل بقا بعد كده وريكو شوية من الكمية اللي احنا عملناها انا بقولكو هنزل الوقت استربع وعود على الارض وارجع لكم هنا انا عملت ايه؟ كانت دي ايه؟ اخر اخر كمية طلعت معانا كنت انا شغلت الفرن بقا لانه بدأ ايه؟ كان يخمر معايا عشان الدنيا حر النهاردة شوي شوفوا بقا الجمال شوفوا بقا اللون الدهبي الفضيع انتي بتحطي في الفرن الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 هتغذي احلى 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 خبسك قبل ما نجينا تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكو كل جديد من يوميات سعد ورانيا وكل سنة وانتو طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير سبسكرايب 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 خلي قناتي بقى تظهر يا جماعة خلي الناس تشوفني عشان والله العظيم انا بتعب وربنا يا ربي يدينا على قد تعبي ويدي كل واحد على قد تعبه وكل سنة وانتو طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته